بالتأكيد أن هذا الاجتماع وأتاح الفرصة لوزير خارجية سوريا بأن يطلع السادة الوزراء عن الإجراءات التي اتخذها الحكومة في إطار التناول كافة هذه العناصر من الأزمة وأتاحت أيضا للوزراء المشاركين بتداول فيما يتعلق بالعراصر المختلفة للأزمة والتأكيد على المسلمات المرتبطة بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية والسيادة السورية والمؤسسات السورية واستعادة تفاعل سوريا سواء في الإطار الإقليمي أو الإطار الدولي منذ خليل تم اعتماد البيان الصادر المتوافق عليه من الوزراء مجموعة الاتصال وأيضا وزير خارجية السورية وهو وزع على حضراتكم ويتناول القضايا المختلفة التي تم تناولها ربما نبرز هنا الاهتمام سواء من قبل اللجنة والتوافق من قبل الحكومة السورية في استئناف مصار اللجنة الدستورية وقبول الدعوة الكريمة من قبل سلطنة عمان لاستضافة اجتماع اللجنة الدستورية هذا مكون هام في إطار التعامل مع القضايا السياسية المرتبطة بمستقبل سوريا واستعادة استقرارها والتفاعل مع العنصر السياسي المرتبط بالأزمة فأن يتم إقرار باستئناف هذا المصار له أهميته وله مغزاه ونتطلع أن يعقد الاجتماع في أقرب وقت متاح وهناك تحديد لأفاق زمنية متصدة بأن يعقد قبل نهاية هذا العام فبالتأكيد في المرحلة القادمة سيكون هناك تواصل مع المبعوث الأممي بادرسن لأيضا التنسيق معه فيما يتعلق بالدعوة لهذا الاجتماع وتيسير مشاركة أوسع مجال من الأناصر السياسية ومشاركة فعالة للحكومة السورية أيضا البيان والاجتماع تناول بإسهاب القضايا الإنسانية المرتبطة باللاجئين وعودتهم إلى أراضي سوريا وتوفير السبل أيضا كان هناك ترحيب بالقرارات التي اتخذتها الحكومة السورية فيما يتعلق بالعمل على دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى وأيضا تمديد العمل بمعبر باب السلامة والراعي وده طبعا يسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب السوري في ضوء ما يتعرض له من صعاب وبالتأكيد أننا نحث كافة المنظمات الأممية الإغاثية بمراعاة ما يقع على الشعب السوري الشقيق من أعباء ويكثف من جهوده بالتأكيد أيضا هناك تشاور وتنسيخ وصيخ بين الحكومة السورية والفوضية السامية للاجئين في إطار العمل على توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين وتوفير المناخ الملائم الآمن لعودتهم الطوعية إلى أماكن سكنهم وطبعا كان هناك تأكيد من قبل الوزير الخارجية السوري على الاهتمام بكل مواطن سوري والرغبة في تيسير عودة اللاجئين إلى وطنهم كانت فرصة أيضا للجنة الاتصال بأن مرة أخرى تعيد التأكيد على مقرارات الشرعية اتصالا بقرار مجلس الأمن 2254 وأيضا على المبادئ الرصخة في متاحة الأمم المتحدة من ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والسيادة السورية والحفاظ على مقدرات الشعب السوري قضية الإرهاب أيضا وما تعاني منه سوريا من انتشار تنظيمات الإرهابية وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتوصل إلى صيغة ملائمة للتعامل مع هذه الظاهرة الظاهرة تهدد ليس فقط سوريا ولكن تهدد الإقليم وتهدد ما هو أوسع على مستوى تواجد هذه العناصر بكسافة بعد ما حزيت به من تدريب وتسليح وتواجد مستمر على الأراضي السورية أمر يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة والأمن والاستقرار العالمي أيضا ضرورة التعامل مع قضية تواجد القوات الأجنبية على الأراضي السورية وضرورة التعامل مع هذه القضية بإطار الشرعية وحفاظا على السيادة السورية من الناحية الإجرائية اتفق أعضاء لجنة الاتصال بأن يكون هناك اجتماعات تعقد على مستوى الخبراء للتحضير للاجتماعات القادمة أيضا أن يكون هناك اجتماعات دورية للحفاظ على قوة الدفع والتنصيق مع الحكومة السورية للتناول كافة أبعاد الأزمة وسلمة لوزير الخارجية السوري مستند متضمن لبعض الأفكار والمقترحات الخاصة بالتعامل تحديدا مع القضايا الإنسانية وأن يتم في إطار تجاوب الحكومة السورية وتفاعلها مع الأجهزة الأمومية ومع الأطراف المعنية بأن يأتي على خلفية ذلك أيضا تعامل يشجع الحكومة السورية على استمرار سعيها للتعامل مع هذه القضية قضية اللاجئين قضية الإنسانية توفير المساعدات وأن يكون هناك تقدير يترجم إلى إجراءات تخرج سوريا من عزلتها ومن بعض العقوبات المفروضة عليها نتطلع أن تستمر الروح الإيجابية لسادة هذا الاجتماع المرونة التي أبداها الجانب السوري في إطار بلورة هذا البيان وفي إطار ما تم شرحه من جهود توفزل ونرى حيوية هذا الإطار في دوق الجمود تنف الأزمة السورية على مدى خمس سنوات والأثر السلبي اللي وقع على الشعب السوري نظرا لعدم الاهتمام الدولي بقضية والأزمة السورية وإيجاد السبل والإطار الذي يتم من خلاله التعامل مع هذه القضية خاصة في بعدها الإنساني وخاصة لما تعرض له الشعب السوري الشقيق من معاناة ومن تهديد على مدار عقد خامل من الزمن فتم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع القادم للجنة الاتصال بدعوة من الحكومة العراقية سوف يتم تحديد الموعد في أقرب فرصة من خلال المشاورات على المستوى الدبلوماسي أيضا تم الاتفاق على أن تقتمع لجنة الاتصال على هامش أعمال الجمعية العامة خلال شهر سبتمبر القادم في إطار أيضا التداول والتبادل الرؤى ورصد آخر المستجدات في إطار الاتصالات سواء كانت الثنائية أو الجماعية التي تقوم بها دول الاتصال الاتصال مع الأطراف الدولية المهتمة مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية فيعني نتطلع إلى تلقي أي أسئلة من حضراتكم توضيحا للأمر شكرا جزيلا أستاذ سارة الشلقاني من الدستور تدري سارة الشلقاني الدستور معالي الوزير لجنة الاتصال العربية بتعمل من أجل الوصول لحل أو تسوية شاملة للأزمة السورية من منظور عربي مع الوضع في الاعتبار أن تكون تلك التسوية تتشابك مع القضية أن القضية تتشابك مع قرارات وأبعاد دولية مختلفة هل يمكن من وجهة نظركم في يوما ما أن نتوقع حل أو تسوية شاملة من هذا الجهد العربي يتوافق مع دولياً مع يكون مقبول دولياً مع لازمة السورية؟ بالتأكيد أن كل العمل اللي بتقوم به اللجنة هو يستند ويؤسس على المرجعات الشرعية الدولية المتوافق عليها وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2254 والمبادئ اللي تحكم الألاقات الدولية والقائمة في مساق الأمم المتحدة فليس هناك تباين في مواقف مجموعة الاتصالة العربية والأهداف اللي عبر عنها كثير من الدول والمجموعات الدولية المهتمة بالشأن السوري لكن مرة أخرى أن الجمود الذي لحق بالأزمة السورية وتحول الأنظار والتركيز على هذه الأزمة لأسباب عديدة منها طبعاً سنوات الكوفيد ثم التطورات الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية كلها جعلت من الضروري أن تطلع الدول العربية خاصة تلك التي لها تأثيرها واتصلتها المتشاعبة معها وكلفت من قبل الجامعة العربية في دولها المجتمعة في مجلس الجامعة بالاطلاع بهذه المهمة قضية في المقام الأول تهم الدول العربية العالم العربي الشعب السوري شعب شقيق تربطه بأشقاءه في العالم العربي سلاط من التاريخ والثقافة المشتركة وكان من الأهمية أن نأتي بهذا الجهد والجهد يستمر والجهود التي تبذلها الحكومة السورية وتحديد العناصر سواء سياسية أو أمنية أو إنسانية وضرورة التعامل معها بمنظور الخطوة مقابل خطوة سلمت للوزير السوري هي متسخة مع الرؤية الدولية في ضرورة التوصل إلى حل هذه الأزمة دايسة هناك أزمة دائمة أو وضع دائم خاصة عندما يكون مرتبط بمصالح المواطنين المواطنين السوريين يستحقوا الرعاية الدولية يستحقوا الاعتراف بما عانوا منه خلال هذه الأزمة وعلى المجتمع الدولي أن يبذل كل جهد ويصل إلى نقطة التوافق سوريا دولة ذات سيادة يجب احترام هذه السيادة يجب احترام وحدة أراضيها وهذه هي مبادئ متفق عليها وأيضا هم إلى همية الشق الإنساني في إطار الدعوة للحفاظ على حقوق الإنسان بالتأكيد أن حقوق الإنسان السوري يجب مراعتها وإعطاءها أولوية في هذه الظروف الصعبة أنا أخد سؤال ثاني أستاذ شريف ردوان من التجزول المصري مع الوزير فيما يختص بمبدأ خطوة مقابل خطوة ربما بعض المراقبين يقول أن ليس هناك جدول زمني محدد لإنهاء الأزمة أو التنفيذ الفعلي لبعض القرارات والخطوات هل تم الاتفاق على الاجتماعات اليوم على جدول زمني؟ الشق الثاني من السؤال هو تأكيد هذا الإعلان الذي بين أيدينا على مبدأ الحل السياسي لا يخفى على أحد وبحسب المراقبين أيضا أن هناك قوة دولية وإقليمية تمارس أدوارا ربما خفية أو أيضا ظاهرة لا تريد السلم والسلام والاستقرار داخل المجتمع السوري أو للشعب السوري هل هناك تنصيق مع هذه الأطراف؟ هل هناك ضغوط دولية على هذه الأطراف لنزع فتي الأزمة؟ وأيضا التنصيق مع الجهود العربية الحالية؟ شكرا حضرتك شكرا أتصور أن أزمة بهذا العمق وهذا الامتداد الزمني وتعقداتها المختلفة يكون شيء من التبسيط المخل أن نتوقع أن يكون هناك قدرة على وضع تاريخ محدد تنتهي فيه هذه الأزمة وتزول تدعيتها ومن ثم نعمل على بناء منظومة بناء توجه إقرار مبادئ تؤدي إلى تحقيق الهدف سرعة هذا يتوقف على الجهود التي تبزل على مستوى الحكومة السورية أيضا ما تلقى من دعم من أشقائها العرب ومسندة ومؤذرة وأيضا ضرورة تفاهم المجتمع الدولي وأطراف أخرى لأهمية تناول عناصر مثل القضايا الإنسانية ولكن أيضا التحدي المتلتب على الإرهاب لأنها كلها أمور ليس هناك طرف معفي منها ولكن هي جدية التفاعل والاهتمام بتحقيق إنجازات متواصلة وهناك بالتأكيد أن خطوات اتخذتها الحكومة السورية مثل استمرار فتح المعابر أو تمديدها أو تحت علاقة تعاونية مع أجهزة الأمم المتحدة الإغاثية وإن شاء الله ما قد يسفر عنه اجتماع اللجنة الدستورية من تفاهم وتوافق فيما بين الأشقاء السوريين يؤدي إلى تحقيق الهدف الذي نرجوه فأفتكر يبقى مخل بأن نتصور أن نحن نستطيع الآن أن نحدد تاريخ محدد لإنهاء أزمة بهذا التعقيد وهذا التشعب الحل السياسي بالتأكيد عنصر مهم جدا ويتوقف عليه استعادة سوريا ووضع سوريا لخريطة الطريق لمستقبلها يكون محل رضاء لكافة أبناء الشعب السوري هذه أمور مرتبطة بالشأن الداخلي السوري مرتبطة باحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وهذه المبادئ لا تتجزى عندما يكون هناك دعوة لاحترام مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي ومثاقة الأمم المتحدة فلا يمكن أن نأخذ جذء ونترك جذء بقدر ما هو هناك احترام للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم جواز اكتساب الأرض بالقوة وعدم اللجوء إلى القوة فلابد أن تكون منظومة متكاملة يتم تطبيقها بشكل متساوي دون انتقائية ودون معايير مزدوجة ودون معايير مزدوجة